صباح الخير او مساء الخير يا برج الميزان. طيب خلينا ندخل في القراءة العاطفية على طول وان شاء الله هنزل لكم القراءات باكملها. هندخل في القراءة العاطفية الاول برج الميزان انت الفترة دي مش متزبط خالص وتقتك حاليا تقت فقد او شاعر بحزن عميق كمان مش حزن مثلا اللي هو بقلك فترة قليلة او حاجة لا ده بقلك فترة كبيرة كنت تقريبا في علاقة ممكن تكون زواج او خطوبة او علاقة يعني من وجه نظرك كنت شايفها مثالية وكنت مستني هذه العلاقة بفرغ الصبر يعني او هذا الشخص كنت مستنيه ومبسوط بي اوي اوي اوي. فجأة تحول كل شيء الى العكس. يعني السعادة تحولت الى تعاسى وكل شيء بقى كنت متوقع واني ما حصل ما حصلش. العشر كبيات بقول خمس صيوف. في حد فيكو انتو الاثنين بيلعب على التاني او او جرح في التاني اوي او اكتشفت خيانة او اكتشفت ان الشخص اللي معاك ده شخص مش كويس خالص او كان مثلا بينافقك بيعمل حاجات من وراك. مثلا مخبى عليك ان في طرف ثالث مثلا. ممكن ان برضو هنا في طرف ثالث اهو. في حاجة انت اكتشفتها عن هذا الشخص خليتك او خليتك زي العلاقة تتحول زي ما يكون ساحة حرب كده. فانت تقريبا اخترت ان انت تمشي من العلاقة دي وتنهي هذه العلاقة او ان الشخص ده اي انا احسن هو قلب التربيزة. يعني اعرف اللي هو بيقلب التربيزة شخص ده. يعني مثلا هو غلط فيك او خب عليك حاجة. ولما جيت وجهته لبسك انت الحاجة دي او لبسك انت حاجة ما عملتهاش عشان يخرج هو منتصر. يعني شخص مش مش هذا شخص انا اعتقد انه شخص مقزي شوية. مقزي بالافعال والكلام كمان. طيب هو مشاعر ايه ده مشاعره خطيرة يعني ده. خلينا نشوف هنا. هو شخص ده على فكرة من نوع اللي بيخب مشاعره. اه بيخب مشاعره جدا جدا جدا. خلي بالك بقى. لو شخص ده ازاك او لعب عليك او خب عليك اي حاجة. وحاليا هو قاعد في دور المنتصر. ودور اللي معملش حاجة خالص. وكمان اه ممكن يكون مش بيكلمك. مش بيتواصل معك. قطع كل السكك عنك او بيعندك. او بيبير لك ان هو مسلا ارتبط. مسلا. او انت مش همه. لكن هو في الحقيقة تعبان جدا. هو مصدر لك الوش ده. لكن هو واخد العشر سلوف. العشر. ومشتق لك جدا. جدا. وعايز يكلمك. مش عايز يكلمك. ده ده منعينه انه يرجع التواصل بينك ده. اه لكن هو عندك برياء طاغي على اه هذه المشاعر. ومضطر ان هو صدر لك السورة دي. اعتقد ان انت مشيت. اعتقد ان انت مشيت. لان انت كمان في طاقة الفور اوف سوردس هو شايفك ان انت مشيت او ساكت. شايفك ان انت اه شايف ان انت خلاص مش عايزه في حياته تاني. هو شايفك ان انت اممكن تكون انت عملت البلوك. انت نهيت كل حاجة يا بورج النزال خلاص. هو شايفك ان انت نهيت كل حاجة. خلاص. انا مش عايز اسمع عنك تاني. انت شخص سيء. وشكرا على كده. فهو مضطر يصدر لك السورة دي. سورة انا جامد مش هاملني حاجة. مش هاملني انت ولا العلاقة. مالكة قاعدة ولا همها حاجة. لكن هو في الحقيقة العشر سيوف الظهر. ومش عايزك ان انت هادي جدا. ومش عايز تكلمه تاني. ولا عايز تسمع عنه اي حاجة ومكتفي بهذه النهاية. وشكرا على كده. انا يعني حتى مش عايز تتواصل معه. يعني مثلا حتى تقوله اي حاجة خالص. زي ما انت قلت كل حاجة. او حتى لو ما كنتش قلت. فانت مكتفي بالبعد ده. مش عايز منه اي حاجة. وشايفت كمان زعلان. شايفت زعلان اوي. او اواخد اواخد عارف. عندك خيبة امل في هذا الشخص. انت مصاب بخيبة امل. لاني كمان تقطك. مصاب بخيبة امل اوي اوي من هذه اللاقة. ما كنتش متوقع. ان شخص يطلع كذاب مثلا. او يطلع منافق. او يطلع مثلا فيه طرف ثالث. وهو كل ده كان يكذب عليك. او شايف العلاقة ازاي. او شايف ان العلاقة دي في طرف من كنتو اللذين اعتقد انت طبعا خد كرار بالانفصال بسرعة. بسرعة قوي. يعني حتى ما سمعتش منه تبرير. انت مثلا انت تقريبا اكتشفت عنه حقك. لان انت اغلقت العلاقة هون من غير تبرير. او مثلا بررلك بس انت قلتلع. سواء كده او كده انا ماشي. فانت اطاع طفور. ان هو شايف ان هو. هو هو على فكرة عايز يدافع نفسه على فكرة. وشايف ان انت مش بتديله فرصة. خالص. كل ميجي يتكلم معاك تقول له برا. امشي ما تتكلمش معي هنا تاني. او بمسلا يبعث لك رسائل ما تردش. تشوف ما تردش. او ما بتفتحش المسجد خالص. او عملت له بلوك من كل حتة. فهو عايز ياخد فرصته في انه دافع عن نفسه. وشخص ده عصبي على فكرة ده برج ناري او هوائي. عصبي جدا جدا. ومش بيستحمل حد يوجيه له انتقاد. يعني لو وجهت له انتقاد قلت له مثلا انت عصري. يقول لك انا عصري. والله انا مش عصري ويزع. فمحبش حد يوجيه له انتقاد او يحس بظلم يعني. هو من وجهة نظر وش هيا في انه تزرب. صراحة امام يعني. ومشه في انه تزرب. او انت ما سمعت له ويش خالص. ايه. اه هو ناوي عايوي؟. هو ناوي يحقق لك انت كنت عايزه في انه يمشي. ناوي انه يرحل الى. ممكن يكون الشخص ده معه طرف تالت على فكرة. ممكن. بالفعل مع طرف ممكن يكون مع زوجة. هو هيمشي بالفعل من من هذه العلاقة في حد معاه على فكرة برج المزام. هذا الشخص معاه طرف اخر. ممكن يكون زوجة او يعني حد تاني. ممكن يكون حد تاني. او هو كان محتار ما بينك وبين شخص اخر. او في طرف تالت وخلاص. فهو ممكن يروح للطرف التالت ده. هيروح له يعني. يقضي معا وقت. الفترة دي. الفترة دي كده هو هيروح له يكلم فيه بينهم كلام او حاجة. وهيكتفي جدا بانك فلت العلاقة ويرحل الى شخص اخر او علاقة اخر. وعلى فكرة. هو هيقصد يعني كده عشان يبينلك انه فعلا مش همه انت خالص. خالص. طبعا اللي هو هيعمله هيعمل بقى اللي انت كنت عايزه. بصة برج الميزان الشخص ده هيقطع معاك الفترة دي. بس احتمال يرجع لك تاني على فكرة. هو احتمال يرجع لك تاني. بس مش هيرجع دلوقتي. يعني خلينا نتكلم بواقع. هو مش هيرجع دلوقتي. هو نوياء انه هو يرحل دلوقتي. يرحل. اللي هيعمله بقى انه هو الاس هياخد قرار بانه يقدم لك عرض جديد. عرض جديد بس عرض حقيقي. انت ممكن تكون سبته انه هو مثلا بيراوغ معاك. صح كده. ممكن يكون بيراوغ معاك. في انه مثلا تعرفوا طبيعة العلاقة اللي ما بينكم. او انك مثلا لو بنت يجي تقدم لك. طب لو ولد انها مثلا تحافظ على العلاقة بتغير عليها مثلا او اي حاجة من حاجة دي. فهو هياخد قرار في علاقتكو. وهيجي يقول لك على القرار. انا واحد يتين تلك. بس طبعا طلالي. بس هو عنده عنده حد تاني هيقضي معا وقت شوية بس مش علاقة. مش علاقة عاطفية. يعني صديقة او صديق حاجة من اللي تاني. انه هو تعبان. هو تعبان جدا مش حصلها. هو مش تعبان من الفراء وكده. لا. تعبان هو متغاز. متغاز منك قوي قوي. متغاز منك ان انت قدرت تيني العلاقة دي. او عايز بالفعل انك تبا. يعني ممكن تكون بتتعمل محد برج الجوزاء كمان. فهو هيرجعلك تاني ولكن بعرض حقيقي المرة دي. يعني انا بحبك وعايز اكمل وفعلا هلتزم بالعلاقة او هلتزم بالشيء اللي انت طلبت مني. بس هو عنيد جدا. والفترة دي هي فترة اه مهمة جدا ان هو يكسر اللي عندي ده. انا عايز اشوف لك النصيحة كده برج الجوزاء. هل البعد ده صح? هل البعد اللي انت عملته مع هذا الشخص ده صح ام لا? او القطعة مسلا قطعة. ده صح جدا. جدا ده شوت. اه النصيحة بتقولك. ما يشوف لك داني اهو. بالزبط. النصيحة بتقولك يا برج الميزان تقدم في حياتك. واترك خلص هذا الشخص الفترة دي. تركه دلوقتي. سيبه بقى هو. هيعرف هو عايز ايه? وهيجيلك. هو على فاكرة بيحبك. يعني انا مش هنكر ده. انه تبلاش نتبلع عنا راجل قامل دقييم منه. بتوقفين العلاقة ومش توقفين نسمع عنه حاجة. بس انت داخل عشان تعرف برضو. هو بالفعل ما كانش بيحبني لأ هو بيحبك. بيحبك على فاكرة. وشايفك شخص مثالي جدا. وشايفك شخص جميل وما تعوضش. انا ما شايف ده. بانه كمان شايفك العلاقة التين في بانتكس. ممكن يكون زوج هز الشخص. لكنه هو الاس اوف سوردس. الشخص ده عانيت متكبر جدا. وما يقدرش يظهر الهزيمة. ما يقدرش يقولك انا تهزمت. انا ما تهزمتش. فهو النصيحة بتقولك. كمل بقى اللي انت عملت. ما تبوص اللي انت عملته ده. انت عملت حاجة صح. انت بتعلم هذا الشخص درس. انا عندي كرامة. انا واحد انا فيه كزا. فتقدم بقى في حياتك. واترك هذا الشخص شوية. هو هيراجع نفسه افقاره. ويرجعلك مرة تانية شاء الله. بس هيرجعلك احسن من الاول بكتير. بكتير انت عتستغرب هذا الشخص. ايه اللي حصله ده. ايه التغيير ده. هو في حياته حاليا انها يتقف كابسة. وعا معكم بقى ممكن يكون بدء مشروع. ممكن يكون بدء مشروع بالزبط. ده بيشتغل جامد قوي قوي قوي. ومحاول الشلوس ايه? يعني الله اكبر. زاكي جدا هذا الشرف. وبدء مشروع جديد او عنده فكرة الحاجة وهيبدأها. وشكله هينجح فيه. هينجح جدا 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 فيه. جدا كمان. ويعني هيبقى تقريبا هو. يعني ممكن يكون ازا شخص مزاجيته متعلقة بالاموال مثلا. يبقى كويس لما يبقى معه فلوس. بس هو دلوقتي متقبضن جدا في حياته. انت كمان بقى استغل الفترة دي وتقبضن انت في حياتك. طيب يا برج الميزان شكرا لهذه.